إذن كما هو معروف اندلعت الحرب روسيا هاجمت أوكرانيا وبدأت الحرب الأقوى والأخطر في أوروبا بين دول أوروبية منذ الحرب العامية التالية وطبعاً نحن في لبنان مقصومين المحور الممانع مع روسيا روسيا أبو علي بوتين مثل ما بيحب محور الممانعة أنه يسميه لبوتين صليع يا معلم أبو علي بوتين من عنا من المنطقة بإشارة إلى قد محور الممانعة بيتميه مع بوتين لأنه بيعتبر الرئيس الروسي حريص ومتبني قضايا المنطقة والممانعة بشكل حقيقي وبين الليبراليين يعني عندك الممانعين بين جهة واللي الريبراليين بين جهة اللي بيشوفوا أن أوكرانيا دولة مستقلة وبيحق إلا خيار الانضمام إلى أوروبا وإلى الناتو وهو الخيار اللي إله من عدة سنوات يعني من الـ 2014 عم بتعبر عنه طيب بعيدا عن الأدلجة وبعيدا عن إذا كنا مع أو ضد الممانعة وإذا كنا مع أو ضد الصهيونية وكلها العناوية الكبيرة نحن بلبنان في طرف واحد معبر أنه مع المحول الروسي دعوا ندرس المعطيات الموضوعية لروسيا كقوة عزمة قوة عزمة بدأت حارب وتقضي على سياسة الغربية وسياسة الغطرصة الغربية وهلأ عن الجديد كمان بدأت تقضي على النازية وموارد هيدا البلد روسيا تحديدا استثنائية يعني إذا نحكي عن سروات روسيا الطبيعية عندك النفط والغاز لحالهم بالضخ روسيا أكتر من 10 ملايين برميل من النفط والغاز كل يوم عندك خامات المعادن المختلفة بما في ذلك طبعا خامة الحديد روسيا المرتبة الأولى حسب احتياطات خام الحديد بالعالم بيمتلك 264 مليار طن معادن مثل الكروم والألمنيوم وغيرها روسيا عند المرتبة الأولى عالميا باحتياطات الفضة بنحو 123 ألف طن روسيا هي الثانية بالعالم اللي عندها احتياطات ضهب 25 ألف طن روسيا هي الثالث بالعالم باحتياطات 12 ألف طن عندها بحيرة باكلة واحدة على حوالي 20% من هذه البحيرة بس روسية عندها بحيرة تحتوي على تقريبا 20% من المياه العزبة على كوكب الأرض عندك سروة استثنائية ما منعرف إذا فيه يعني ما بده الشغل لتعرف إذا فيه بلدين عن جد عندها هلقد سروة بس أكيد إنه من أغنى من أغنى عم نحكي عن أغنى بلدين العالم على الإطلاق إذا مش الأغنى هيك سروة المنطق بيقول مفروض تجعل من روسيا دولة ذات اقتصاد ضخم إنه تكون مقوماتها بتخولها تكون أحد أقوى الاقتصادات بالعالم مع هيك أكبر دولة بالعالم 10% من مساحة الكوكب اقتصادة منه اقتصاد بنافس لا أمريكا ولا الصين ولا الاتحاد الأوروبي اقتصاد روسيا هو اقتصاد صغير كتير ترجمة نانسي قنقر